بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مربعة عما أربعت وتضع كل ذات حمل حملها وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارا ومن بسكارا ولكن عذاب الله شديد ومن الناس من يجادل في الله بخير علمه ويتبع كل شيطان مريد كذب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة من مخلقة وغير مخلقة لنبيد لكم ونقروا في الأرحام ما نشاء إلى أجل أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى الأرض للعمر لكي لا يعلمهم بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور ومن الناس من يجادل في الله بغير علمه ولا هدى ولا كتاب منير فليعط فيه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيطه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعميد ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير رقم أنبه وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران الممين يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن طره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع ثم ليقطع فلينفر هل يذهبن كيده ما يغيره وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب والشمس والقمر والنجوم والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهم الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء هذا بخصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قد عثلهم ثياب من ناري يصب من فوق رؤوسهم الحبيب يسهر به ما في بطونهم والجنود كل ما أرادوا أن يخرجوا منها من غنب أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحليب إن الله يدخل الذين آمنوا وعلموا الصالحات الجنات تجري من تحتها الأنار يحلون فيها من أساور من فهبه ولؤلؤا ولباسهم فيها حيير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراق الحميد إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عغب أليم وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك لي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذنوا في الناس للحج يأتوك رجالا وعلى كل ضابر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بئمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقطوا تفثهم وليؤفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند رب وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوفان واجتنبوا قول الزهور حنف آلاء لله غير مشركين به ومن يشرك لله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا ومشر المخبدين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصامرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جلوبها فكلوا منها وأطعموا القامع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحمها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم مقدير أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم مقدير الذين أخرجوا من ديالهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس معمهم ببعض لهدمت صوابع وبيعهم وصلواتهم ومساجد مذكر في اسم الله كثيرا ولينصر من الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكنناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ولهوا عن المنكر ولله عاقمة الأمور وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم نوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشهيد أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعكلون بها أو آذانوا يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في السنور ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معجزين أولئك أصحاب الجحيم وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبيل إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أميته فينسف الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرضوا وإن الظالمين لفي شقاق بعيد وإن الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لها بالذين آمنوا إلى صراط مستقيم ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب بوين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين والذين هاجروا في سبيل الله ثم قذلوا أو ملتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خجر الرازتين ليدخلنهم مدخلا يرطونه وإن الله العليم حليم ذلك ومن عنقب بمثل ما عنقب به ثم بغي عليه لينصر ظنه الله إن الله العفور غفور ذلك بأن الله يونج الغيل في النهار ويونج النهار في الليل وأن الله سبيع بصير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الله أنزل من السماء ملاء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير له ما في السماء وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره وينسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره وينسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس زر أوف رحيم وهو الذي أحياكم ثم ينيتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور لكل أمة جعلنا من سكنهم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادعوا إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير ويعملون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير وإذا تتنى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوء الذين كفروا المنكروا يكادون يسطرون بالذين يتلعون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشرع من ذلكم أن نار وعدها الله الذين كفروا ومئس المصير يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعونه وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطانب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز الله يستثي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سبيع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا رُكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَفَعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ وَاجْتَبَيْكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ بِلَّةَ أَمِئِكُمْ إِبْرَاهِيمًا وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير